اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين توصف الحكومة الحالية بأنها أخفقت في ملف النزاهة ولم تستطيع تحقيق ما وعدت به في بداية تشكيلها بأنها ستكافح الفساد وتحقق النزاهة استجابة للمحتجين الذين طالبوا بالإصلاح إلا أن البعض أيضا يلتمس الحج للحكومة بأنها مقيدة اليد والسلطة بسبب هيمنة نفوذ بعض الجهات السياسية التي تمنح الحماية للمفسدين ممن ينتمون إليها فضلا عن أن الحكومة ومنذ عام هي ناقصة الصلاحيات القانونية مما يمنعها عن محاسبة بعض المسؤولين أو استبدالهم فهل كان لدى حكومة السيد الكاظمي خطة عمل حقيقية لتحقيق النزاهة وكفيد الأحزاب ما هي ملفات النزاهة التي نجحت بها الحكومة أو أخفقت وما المعوقات التي واجهتها والجهات السياسية التي تمنعها عن محاسبة المفسدين موضوعنا اليوم أداء الحكومة الحالية في ميزان النزاهة لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي من أكثر الإدانات الخارجية للسياسة العراقية هي عمليات الفساد التي بدأت تتوغل في المنظومة الحكومية ووصلت حتى إلى الموظفين الصغار مبعوث الأمم المتحدة في العراق دائما ما يطرحون إحاطتهم في جلسات الأمم المتحدة عن قضايا الفساد التي انتشرت كالنار في الهشيمة مبالغ طائلة هدرت في مشاريع وهمية ولم ترى النور لتؤسس الأحزاب مكاتب اقتصادية وتنعش اقتصادها الخاص على حساب المواطن الذي يتلوى جوعا ونقصا في الخدمات وتتهم منظمات حقوقية من بينها هيومن رايس ويتش السلطات العراقية بممارسة ضغوطات كبيرة على وسائل الإعلام التي تتحدث عن الفساد وعادة ما ينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى هاربين مرفهين خارج البلاد أو أحرارا خارج القضبان بفعل الضغوطات السياسية ودائما ما يكون العراق من ضمن البلدان الأولى في العالم بمستويات الفساد هيئة النزاهة العراقية أقرت بأن العراق فقد بسبب الفساد الحكومي نحو 320 مليار دولار في سنوات الخمسة عشرة الماضية وهذا المبلغ يكفي لبناء العراق وجعله متساويا مع جيرانه في أقل تقدير ومن تداعيات الفساد الأخرى هو هروب المستثمرين عن العراق لأن المافيات تعمل على ابتزاز المستثمرين وتجعلهم يعيشون تحت ضغوطات كبيرة وبحسب مراقبين استمرار الفساد من دون رادع حقيقية قد يجعل النظام يفقد شرعيته ويتسبب بموجات احتجاجية كبيرة رحبوا معي بضيوفي كل من السيد علي الفتلاوي عضو كتلة الفتح وأيضا السيد أحمد الحمداني رئيس وكالة الحرية أهلا وسهلا بكم ضيوفي وأبدأ بسؤالي لك سيد أحمد خليني أتحدث هل نجح السيد الكاظمي في الحد من الفساد يعني واستشراء الفساد يعني أتحدث قبل أيام عضو لجنة النزاهة النيابية وقال أن حكومة تصريف الأعمال للسيد الكاظمي هي من حكومة ضعيفة وأيضا ما قدرة تتحارب الفساد الموجود والمستشري تحيي لي حضرت جمهوركم والضيفة الكريمة أولا حكومة السيد الكاظمي أتت على ملفات فساد كثيرة حيث أصبح الفساد في العراق لطيلة 18 سنة عرف بين المؤسسات الموجودة عرف سياسي؟ عرف نقدر نقول ليس عرف سياسي أصبح تقريبا شبه عرف بالعمل بين المؤسسات الدولة وبالمعاملات وبالرشاة الموجودة بها الفساد ليس هو فقط فساد مالي الفساد أيضا هناك فساد إداري كان موجود الحكومة مامها ملفات كبيرة كانت هذه الملفات حاول رئيس مزارات تشكيل لجنة بأمر ديواني وسميت هذه اللجنة لجنة مكافحة الفساد تميزت هذه اللجنة بسرعة التنفيذ بالاعتقال بعض المفسدين إحالتهم إلى القضاء يعني تقصد لجنة برغيف لجنة برغيف في وقتها إضافة إلى دور هيئة النزاهة لكن الخلافات السياسية الموجودة كانت واحدة من العوائق التي وقفت بوجه هذه اللجنة ولحد هذه اللحظة هناك كثير من العوائق السياسية تقب بمحاربة ملفات النزاهة الآن في هذه النزاهة المشكلة الحقيقية في العراق سيدتي فاضلة دجاح السيد الكاظمي في حكومة بمحاربة الفساد بشكل كامل نجاح سيد الكاظمي حقق نسبة من النجاح لكن ليس النجاح كامل لأن الحكومة أيضا تخضى إلى ضغوط البرلمان العراقي ضغوط السياسية هناك لجنة محتصل قضاء كل هذه هي عناصر مؤثرة على العمل في العراق فمن نفتح ملفات الفساد ممكن أن تكون هناك ملفات يكون بها عارض تقف أمام الجهات السياسية فبالتالي الجهات السياسية هذه ترفض ويحصل مشاكل سياسية الحكومة مستقلة لا تملك غطاء سياسي داخل البرلمان ودعم وكذلك ليس لديها دعم من الأحزاب السياسية الموجودة فكان لعائق كبير أمام هذه وبالتالي عندما انحالت هذه الأوراق وبوجود قضاء وبأمر ديواني وهي صلاحية رئيس وزراء تمحل هذه اللجنة لكن اللجنة حققت كثير من عودة هذه الأموال الملهوبة بعض الأعضاء يقول حكومة السيد الكاظمي ما كان عندها برنامج للحد من الفساد برنامج حقيقي من استلمة السلطة فإذا نتحدث بهذا الموضوع هل نجح السيد الكاظم وكان عنده برنامج حكومي يعني يخص موضوع الفساد والنزاهة لو كانت لجنة أبو الغيف البعض تحدث عنها وقال هذه اللجنة سياسية ربما السيد الكاظمي يعني راد يضرب خصومة من خلال هذه اللجنة طبعا حكومة السيد الكاظم كان لديها خطة بمحاربة الفساد نعم وهذه الخطة وحدة من أدها هي لجنة مكافحة الفساد التي صارت أيضا دور تفعيل دور التحقيق ومتابعة العناصر الفاسدة وإذا نشاهد لحد هذه اللحظة هناك لجنة النزاهة تتعتقل بعض الفاسدين نعم وإذا نشاهد كثير من التسريبات التي تطلع في الإعلام إضافة إلى كثير من البيانات التي تطلع من لجنة النزاهة بحالة كثير من الفاسد يعني مستوى مدراء دوائر ومسؤولين ووزراء سابقين وغيرهم لكن بشكل عام هل كانت الحكومة كافية بملفاتها نعم حققت نجاحات لكن هذه النجاحات لم تصل إلى 60% وال50% نعم من وجهة نظري نعم سيد علي سيد الكاظمي كان مكبل يعني يعني مكبل بالأحزاب السياسية وأيضا الأزمات اللي موجودة وأيضا بمافيات الفساد يعني اليوم مافيات الفساد أصبحوا حيتان يعني بصراحة عدهم أحزاب وعدهم أجنحة مسلحة هل استطاعت سيد الكاظمي أن يحدموا موضوع الفساد هل استطاعت حكومة الكاظمي أنه تاخذ البلد يعني وأحلام المواطن أن يكون بلدنا نزيه عيد الأموال المسروقة من حيثان الفساد إلى خزينة الدولة قدر لو ما قدر يعني 50-60% مثل ما تحدث أستاذ أحمد يا الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله رب على محمد وعلي الطيب والطهرين تحية لك سيد الكريمة وتحية الضيف الكريم وتحية للكادر وجميع المتابعين صراحة نحن لا نستطيع نظلم الرجل ونقول لم يحقق أي شيء نعم لنكون منصفين لكن اليوم إذا نرجع للواقع السياسي والواقع الحكومي لو صاحب تعبير بأنه اليوم الكاظمي كان مبسوط اليد أكثر من غيره مبسوط اليد؟ أكثر من غيره أساني أقول أولا جاء بثورة شعبية نعم تشعرين جابت جابت السيد الكاظم وكان مؤيد من من جميع الكتل السياسية الجميع قالوا أنت اذهب وعمل ما تشاء نحن مسلمين إليك لكن من نجي نطابق الكتل السياسية مع الشعب الداعم الكاظمي لم يحقق ولو جزء من ما حققه وغيره يعني اليوم يعني الوزراء السابقين كانوا أفضل من أعمال كاظمي في محافظة في محاربة الفساد طبعا هذا اللي تقصد طبعا اليوم السيد الكاظمي إحنا دار نقراها من ناحية السياسية أسوأ مرحلة مرت على التاريخ من 2002 لحد الآن هي السيد الكاظمي أولا نسبة الفساد أصبحت إذا كانت 60% نعم أصبحت الآن 80% ماكو دائرة الآن بالعراق إذا ما بيها مفصل مفاصل بفساد ليش ماكو متابعة أولا ماكو متابعة له ضعف عدم وجود متابعة لا لا ماكو متابعة له ضعف بالموضوع لا ضعف طبعا هو اليوم متابعة من يجي إذا كانت إذا كانت أمثلة ليس مثال مثال 70 مليار الذي أطلقه الأخوة هذا ما هو في بيت رئاسة الوزراء في رئاسة الوزراء نفس شون 70 مليار أي هاي حقيقة الأخيرة هاي اللي أطلقت لا هاي حقيقة طبعا حقيقة لون تجني ليش تجنست شو نوع التجني يعني نعم يعني نفقات المكتب ما لـ 70 مليار 70 مليار اللي رفع بها الدعوة الأستاذ سند وأستاذ خشان نعم اللي رفعوا الدعوة على 70 مليار هاي 70 مليار وين راحت أطلوا مكتب رئاسة الوزراء أطلوا 3 بيانات و3 بيانات متناقضة نعم من قال بأنه لم تصرف هي موجودة ومن قال صرفت على الآثاث وصرفت ومن قال لم يتصرف بها 3 تناقض احنا اليوم ننظر إلى رأس الهرام إذا رأس الهرام متضعضع ومتذبذب بالكلام والبيان أكيد اليوم يسر عندنا خلال بالقاعدة فلذلك اليوم نحن يكون رأس الهرام ما علي سلبية فساد أو كذا فذلك نحن اليوم نقول رأس الهرام لديه ركة ولديه ضعف وعدم لديه ما عنده فتخطة تستطيع أن تنزل حتى إلى المفاصل الإدارية البسيطة ذلك شوف بدل قد يكون المفاصل الإدارية الضعيفة اللي هي اليوم موظف مدير عام قد تكون حتى قد تصل إلى وزارة لك اليوم إذا تصعد فوق الوزارة هي مشكلة كبيرة وحدة اثنيا الكهرباء التي وعدت الكهرباء من ضمن ال41 وعد اللي طاهن السيد الكاظمي ونفذ وحدة من الكهرباء يعني اليوم أنا الأردن الأردن أخذ من الأردن يعني اليوم قبل نسمع جيران يتشطل على جيران بس دولة تشطل على دولة ما سمع ليش تشطل ليش يعني دائما إنجازات الكاظمي يعني إسف هو لهذا الحل يعني بعض يتحدث يقول لك رجل راح حسن علاقاتنا مع دول الخارج حسن علاقاتنا مع المحيط العربي حسن علاقاتنا الاقتصادية التجارية تيجي أنت تنسف كل شيء هسان قلت لك بالبداية قلت لك أنا ما أقدر أصفره نهائيا لكن اليوم فرضا أطيني دولة واحدة تقرب أن أردن تصدر الكهرباء أطيني دولة واحدة نه هي تستورد هي تستورد شنو اللي صار السيدة الكريمة اليوم أنا أروح أتعاقد مع الأردن بمبالغ ضخمة وبشركات ضخمة على أن أستورد كهرباء من الأردن وهي التي تستورد من الدول غير خب هذا كارثة اليوم هذا شون يصير الفساد أحمر أخضر هسيدة الكريمة اليوم عدم التخطيط وعدم التحليل وعدم الدراية بمشروعية خب هذا يحتبر فساد الآن اليوم مو فساد هو سرقة أموال ولا فساد حتى قد يكون داري عدم النضج الفكر السياسي هذا يحتبر فساد اليوم أنا أخذ العراق التي تستورد كهرباء فرضا من الأردن والأردن هي تستورد من الدول غيرها ماكو مشكلة اليوم صعبها صراحة لذلك سيدة الكريمة اليوم إحنا إدارة الحاسب وحاسب الهرم بأن هناك هدر بالمال عام اثنين هناك هدر بالطاقات العراقية اثنين هذه الأموال تثب إلى دول التي قد يكون ما مستحقة للموضع دعونا نرى سيدة أحمد تحدث نقاط مهمة جدا الكاظمي افتقر إلى التخطيط في بعض الأمور استراتيجية مثل الكهرباء تحدث وأيضا تحدث على التفكير والنضوج قد السيدة الكاظم هذا كان قصدا وأيضا تحدث قال لك إذا أريد حاسب حاسب أعلى الهرب وأنزل بعدين إلى الوزارات وأنزل إلى أصغر موظف بالدولة هل بالفعل السيدة الكاظمي هل يوم يفتقر إلى عدم التخطيط يعني القدرة على عدم التخطيط أو النضوج بالتفكير السياسي أو كيف نوصف هذا الموضوع أنا أختلف في السراع بهذا الموضوع بسبب واحد بأنه التخطيط الموجود سواء التخطيط الفردي فلديه تخطيط جيد للسيدة الكاظمي وأيضا لديه مستشارين جيدين بهذا الموضوع وأما إذا كان تخطيط يقصد به لستاذ علي تخطيط الحكومة وعمل الدولة العراقية في هذه المرحلة فبالتأكيد هذه الجامة مختصة برئاسة وزارة التخطيط وأتوقع السيد وزير التخطيط قاصر يعني متفق عليه النضوج السياسي بالتأكيد بالتفكير أولا ننجح بكثير من الملفات التي كانت بعيدة عن التدخلات السياسية والتي لم يصرح هي الجهات السياسية تدخل به كان بها ذجاع وبما يخص السبعين مليار أحب أوضح فتشي إذا تسمحي لي ويسمح الإنسان علي أولا السبعين مليار وضح مكتب رئيس الوزراء ببيان واحد وليس أكثر من بيان قولت ل发 هذا البيان هذا البيان كان واضح بأن هذه المبالغ أين قسمت وأيضا اللجان الرقابية من قبل البرلمان لديna حق للطلاع وعلى هذه المصروح هذه تأثير مكتب رئيس الوزراء ليس فقط تأثير صرفت أيضا على مواضيع خاصة بالأجهزة الأمنية وبيان لا سيد الكريم الداخلية الإمنى الوطني والحجد الشعبي والمخابرات 60 مليار ورئاسة الوزارة 71 مليار هذا من الأمن الغذائي نعم يعني اليوم تلاث هيئات أو تلاث مراكز وطنية أمنية في أقل من ميزانية رئاسة الوزارة يعني اليوم تقول لي شون الخطة اللي وضعت تأثيث هو فرضه أكو مصروفات واضحة الرجال الرقابية ممكن تطلع عليها والرأي العامة اللي يطلع عليها موجود هذا الموضوع أما بخصوص الربط الكهربائي ربط الكهربائي اللي يسموها استعالي تطل تطل من جيبان هذا اليوم دول العالم في تقدم مستمر أغلب دول العالم استعالي اليوم أصبح هناك ربط كهربائي بين دولة ودولة ليش لأنه أكو دول عدها فائم بالإنتاج الأردن أتفاء الأردن مدى تستلم هي كأردن الأردن تستلم من مصر ومصر يسلم للأردن وأيضا في نفس الوقت لتحول إلى العراق المبالغ اللي تم التعاقد بها مبالغ جدا بسيطة مقارنة بالمبالغ لأنه العراق أيضا راح يكون خط مرور في نفس الوقت ليس فقط خط السعر راح يكون خط مرور إلى دول أخرى أنا أتوقع بأنه حكومة سيد الكاظمي نجحت في بعض الملفات لكن لعاق عمل هو الجهات السياسية والأحزاب السياسية اللي ما حاولت أن تدعم عمل الحكومة وبمناسبة ليس فقط في حكومة سيد الكاظمي لكن نقول لك السيد الكاظمي أقل فترة من فترة الوزراء السابقين يعني قدم يعني لمحاربة الفساد وما كان الأضعف هذا قصد السيد علي كان أضعف واحد ملف مهم من ملفات الكهرباء اللي تم اعتقاله كان وكيل وزير الكهرباء تم اعتقاله وهو عدى كم سنة هو موجود كان في وزارة الكهرباء والملفات اللي طلعت من أدها وأساسا هو وجود المنظومات الكهربائية والمحطات التوليد الطاقة كربائية هي وجودها أساسا عملية الفساد لأنها غير مطابقة للعمل مال التب فهذه المشكلة كانت عندنا عراقية حقيقية بنوعية الشخص الوزير اللي كان يدير منه الشخص اللي تعاقد على هذه المحطات وجابها للعراق كيف اللي جان وافقت عليها كل هذه تدخل ضمن الفساد هنا هل هو كان الوزير متقصد يدخل محطات أم اللي جان مرتشية كل هذه لازم أكون تحقيقات تبينها لأن بالتالي المتبرر منه المتبرر من المواطن المواطن ديعاني مو أحد بس نقطة مهمة جدا بسرب حيثان الفساد اللي موجودة وانت تعرف الأموال اللي حربت خارج العراق وبسبب يعني بصراحة ضعف القوانين الموجودة أيضا اللي تحد من هذه الظاهرة نصبحنا بلد يعني والله العظيم الناس تضحك علينا يعني حتى ممثلة الأمم المتحدة تحدثت على مشاكلنا من ضمن هذه المشاكل أيضا نتحدثت عن الفساد اللي موجوده المستشري ويعني نتحدثت عن الاقتصاد وأشياء هواية وأيضا نتحدثت عن الفساد هو أساس الاقتصاد العراقي يعني اليوم إذا نتحدث عن دول ونريد نجيب دول تستثمر داخل العراق وممثلة أمم المتحدة تتحدث بهذا الكلام مش لو ممكن أنا أقنع دول عالم مثل دول عظمى تجي تستثمر بالعراق وأنا عندي فساد ينخرب الدولة بالتأكيد نجح لو ما نجح نقول أكو نجاح لكن هل نجاح كامل 60% يعني وصل لسيد الكاظم سيد علي لم يصل لم يصل حتى الأربعين قال له خمسين حتى ما يوصل الأربعين شو ما يوصل الأربعين هذا إحنا نشوف الفساد اللي يوصل للآن أكثر نسبة وصل إليها العراق أكثر نسبة حسنا حطيك أنا يوصل الكلام على موضة طيك نعم تفضل عن طريق أيضا قناتكم الكريمة أرى حطيه ملف صغير نعم طينا ملف ملف صغير طينا وار وأتمنى يدخل به بصورة شخصية نعم يعني اليوم الصناعات الحربية نعم الصناعات الحربية اللي قبل تسمى تصنيع العسكري هالتصنيع العسكري وحل وبقى الموظفين يستلمون الرواتب إلى تقريبا 18 سنة صحيح إجه رئيس هيا ومدير عام بدأ ينتج نعم بدأ ينتج خلال 2020 2021 و2022 نعم هذا الانتاج تضمن سلاح كلاشنكوف وتضمن مسدس وتضمن نواظير ليلية نعم وتضمن لا يسمح لا يسمح لوزارة الدفاع أن تتعاقد مع الحربية لا يسمح ليش ما يسمح لها شون السبب أنا قلت السبب هسا اليوم المفروض يتدخل إذا فعلا رئيس وزراء هسا شو وقت هو استلم السيد كاظمي عشرين عشرين يعني في وقته عشرين واحد وعشرين وهسا 22 ثلاث سنوات لا يسمح لوزارة الدفاع أن تتعاقد مع الحربية لاستلام منتج مالتها حتى يكون شنوه استلام خارجي من صريبية والشيك وكذا الخارجية اثنين عندنا الداخلي الفساد الداخلي يعني اليوم في هيئة الصناعات الحربية اليوم وزير مدير رئيس هيئة ومعاون ومدير عام وتبقى التشكيلات جزء من هذا يتفق مع الخارج بشركات وهمية شركة وهمية ويستلم منعتها أموال ويودع أموال ويبعث أموال لذلك اليوم هذا الشخص الموظف الكبير لم يستدعى ولم يعتقل ولم يحاسب ولا زال الآن هو لديه عمل بالضد يعني الآن هو يقوم برفع الشكاوى والدعاوى والتلوك على الحربية بينما أنا في نظر أشوف عندها إنجاز خلال سلتين بينما منطعة السنة هي نائمة لا مراكدة لا ميتة سريرية الصناعة الحربية يمكن ما يعوف السيد الكاظمي سيد أحمد هاي كارثة سيد أحمد يعوف سيد الكاظمي بعد الموضوع هاي مشكلة أنا ما أعرف بالتفاصيل هذا الموضوع لكن ما أتوقع بأنه يخفى شيء على الرئيس الكريم اليوم منصات تواصل الاجتماعي الإذاعات كلها أتوقع بأنه تعاقدات على مستوى التسليح للجيش العراقي هناك مواصفات معنية يجب أن يكون قوة الجيش العراقي أسلحت بيهمتانا وقوة أتوقع لك الخودة وما خودة يعني هاي تصنع داخل العتاد الكلاشينكوف الأنفور الأم سكستين العربات القنابر الهاون العتاد هذا كلها عندنا عراقي ليش ما يأخذوا وزاعة لا يأخذ هذا النظر بس ما أقدر أصنع لك مفروض وزارة الدفاع تأخذها القوات الأمنية تأخذها باستثناء الحشد الحشد الأمان وإيضان الأياد العاطلة الحشد بلغوا الرئيس الحربية قالوا إحنا نأخذ من عندك القنابر هاون والعتاد ومسدس ما علم مشكلة لكن اليوم كوزار الدفاع تقول لأنا ما تعاقدوا ياك شنو المشكلة يا رئيس الوزراء عليك أن تدخل بهذا الأمر تعال يا وزير الدفاع يعني الآن عندنا منتج وطني ومنتج وطني إلى امتياز وهذا المنتج يجب أن يكون إلى دور في السوق العراقية وفي الأمن العراقي هذا واجب رئيس الوزراء يعني أنت مفهومي من كلامك أنه أنت خليت بخانة الفساد ليش المن خلي الموضوع هذا خليت بخانة الفساد لو هذا طلب لقائس الوزراء حتى يفهم لا 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 أحد الحيتان الفساد يتصل به عد الآن اتصالات خارجية نعم بالدول خارجية على أساس أن هناك شركات تستورد الأسلحة وتستورد لكن الشركات وهمية شركة وهمية أشلون وهمية كريمة روحي راجعي لا أشلون وهمية ما يجينا سلاح لا يروح فلوس بس ماكو سلاح المفهوضة رئيس الهيئة هو بدرجة وزير يعني تواصلة مباشرة مع السيد الكاظم صحيح كلام يقدر يقعد بالاجتماع يقول لدولة الرئيس يعني ستريس تفضلت الوزيئة سحب يد الموظف هذا سحب يده سحب يده ليش طبعا يسحب يده ليش سحب يده لا بس الموظف يقول لك انسحبت ايده يعني نسحب يد الموظف هذا ليش هو ما يخلي فيه منصبة وقفه وما يقدر يصل ما يقدر يصل لرئيس الوزراء لا سبعت الموظف يقول لك ليش ما وصل لرئيس الوزراء الوزير قصدي لا المدير رئيس الهيئة مدير الهيئة رئيس الهيئة أكيد يعني اليوم يوصل لكن هذا الرجل شنو شنو هذا الملف الفساد ليش لحد الآن السكوت على المفوض ليش ساكتين خلي جواب على مستوى رئيس الهيئة رئيس الهيئة أخذ إجراء إدارة تجاه الموظف هذا شيء داخل داخل المؤسس بالتالي السيد الكاظمي ليس قاعد مدير إدارة حتى يعرف ما هو الأمر اللي طاعت قد يجهات وزير ورئيس الهيئة يتعامل بها رئيس الهيئة موظف ليس صغير عفوها مما كان ترشته بس إنه عملية سلسلة مراجع تعرفت الجنابك الكريم اللي دارة سلسلة مراجع صحيح هل سيد رئيس الهيئة تحدثا مع سيد الكاظمي بهذا الملف والكاظمي قال لا ترك لهذا الموضوع مهنانا أكو رأي عام راح يكون بهذه القضية المفروض على رئيس الهيئة يعني وضع سيادة الرئيس شنو الموجود الملفات الموجودة اتفضل يا سيادة الرئيس هاي الملفات أنا طالب أنا أطيك وثاق أنا أطيك وثاق بس ليسأل contributed لتابعة الجهة معينة طبعا القصة لا يا لأ ليسأل بابت جهة معينة ليسأل سيد الك stare ليسأل ليسأل لأ ليسأل لم يقدر ليسأل لا يقدر أخذ من بإي هيسأل أنا عن طريقية أتحدى إذا يقدري يتحق ب stratégها الموضوع وإذا الموضوع محaz أنا أتحمل مسؤولية اه أنا أتحمل مسؤوليت هذا عندي الملفات أطيتشي أنا نعم استلمي ملفات وسلميها لدولة الرئيس أنا سلمكي أنت أقرب لدولة الرئيس مو أنا زي تسلمي لي بالعكس ستكون هي نجاح لبرنامج بأن هذا ملف لكن أنا أتوقعي المفروض أن تكون جلسات يجب أن تكون داخل مجلس الوزراء في الاجتماعات هذا ملف من ملفات شائكة ملف من ملفات لكن أنا هذا ليش أكت عليه هذا اليوم بعصب أمن دولة نعم وبيه سيادة الدولة نعم وبيه اقتصاد وبيه أيادة عاملة هو يتحكم بأمور هو يتحكم بأمور أنا أتوقع أكثر شخص يشتغل على سيادة الدولة هو الكابل وحاول أنه يمتص كثير يصلح نعم زي لكن يصلح الأمور الخارجية نعم لكن إذا كان رئيس الهيئة مدى يتحدث في اجتمام الوزراء يا سيدي كيف يعرف الرئيس نعم يعني أكو أمور مخفية جنابك اليوم تعرفها ليش ما تقدمت مثلا إلى لجنة النزاهة نعم ليش ما تقدمت إلى لجنة الأمن والدفاع قدمت إلى لجنة الأمن والدفاع نعم هذه ملفات مثل الجواب يقول خصوة من دولة طبعا بالتالي شوف أنا دائما أولا وآسف أخذ في المنطقة لصغير نعم صبع كانت أكو مكالمة هاتفية لرئيس مصر سيسمى أبو الإخوان قبل السيسي نعم نعم من المرسي مرسي فمرسي اتصل مع جهة ضد الدولة وقال لي اليوم هذا تصبح الدولة إلك المخابرات الدخلت قل لأمن الدولة نعم شاله رئيس انتهى أمن الدولة نعم نعم بالعكس هذا ح부ص من عندك وح verse من آخرية عندما يكون هناك موضوع يخص أمن الدولة ويتقدم هذا الموضوع لأمن الدولة ويتقدم ملفه إلى الحكومة وإلى لجنة الدفاع ها بالعكس هاي يقدار السيد الكاظم لأنه يتحدث هذا الموضوع إلى جهة سياسية بأكيد حتى لو كان هناك جهة سياسية وعدها نفوذ وعدها أجنة مسلحة وإذا كان هناك جهة مسلحة الأخوان أيضا عنهم جهات مسلحة وكذا لكن بالتالي هي الجهة المسلحة هي طاولة حوار سياسي راح تقول تتفاوضوا يا يابا تعال أمي تفاهموا يا هذا هذا ملف مصحيح أنا راح أنفذ اللي تم اعتقالهم موجهات سياسية يقتنعون يعني ما تحدث عن أي ملف لكن أي ملف راح يقدرون يقتنعون بكلام السيد الكاظم يريدون يتحاورون وياه على طاولة لو يخابروا بالتليفون يقولوا لهم ما نقدر نجي وليف هذا الموضوع وما تحدث بعض السياسيين لا بس هذا صحيح لو لا لا مو صحيح تجني على سيد الكاظم طبعا لا تجني ما هو شي بالتليفون نفض الموضوع وإن إحنا قاعدين يعني وستوى دولة ورئيس حكوم سيد يعني تحدث بعض السياسيين هذا مو كلامي يقول لك بالتليفون يتحدثون وياه السيد الكاظم يلف الموضوع وينتهي كل شيء صح لو هم تجني على السيد الكاظم هذا ينسد ينسد المفروض هي شي صحيح هي صحيح الموضوع موجود لو تجني يعني بعض السياسيين يتحدث بعض الموضوع لا قصد يستي أكيد اليوم كل جهات سياسية ليش دائما نضعفون دور السيد الكاظم لا لا شوف بدون استثناء لا لا بس نخطمه ليش دائما نضعفون دور السيد الكاظم يعني في أي نجاز تطعنون به مثلا السيد الكاظمي سوى اتفاقيات جيدة مع الخارج طعنتوا بي سيد الكاظمي سوى انتخابات ناجحة طعنتوا بي سيد الكاظمي وفر أمن وأمان طعنتوا بي جاوبني عليها قلت الانتخابات نعم الانتخابات أصبحت وراها مشكلة كبيرة ومعلن بأنه هناك تزوير بيها هذا وحدة اثنين العلاقات الخارجية طينا علاقة خارجية استفادية منعتها كشعب نعم طينا وحدة سعودية مصر لردون شنو استفاديته حسنا نتقلي لسعودية شنو اللي قدمتها السعودية لي نعم شنو اللي قدمتها لي شنو اللي تركي اللي قدمتها لي صغير كون واحد يطيني نعم قل ياابو هذا التركيا اليوم علاقتنا جيدة بتركيا وهذا الماي مال دجلة خير من الله نعم وقل لي والحمد لله والشكر لمورزينا السيادة أي سيادة تركيا تقدمت علينا تسعين كيلو ايران أي سيادة لإيران قصفتنا ثلاث مرات وأربعة نعم أي سيادة الأمريكان قتله الطفلة زينة أي سيادة نعم يا سيادة ستة إذا نجي نناقشن وحدة وحدة فأفندلت ياها وحدة وحدة وقلتش هذا سبب كلها ما قدر يسوي نجاز هسا الطيني خدمة وحدة لا أنت نطيتك أربعة بكلها ما قدر هسا شنو اللي أنا نطيت ياهنا أربعة العلاقات الخارجية العلاقات الخارجية السعودية وحدتنا بالكهرباء وملعب جنوب بغداد ما سوتنا اثنيناتنا السعودية الأردن قالت نحن نطيكم الكهرباء وأردن هي تأخذ الكهرباء من هو تركيا اللي قاطع المي إيران اللي قاطع المي ما قدنا علاقات خارجية ستة نحن اليوم علاقتنا شخصية نعم أنا اليوم فرض الرئيس وزراء عندي علاقة شخصية ويا محمد بن سلمان على مدوح ظني ما ذا شي إيجابة ما عندي رئيس ستة أنا اليوم أنا ما عدي مشكلة ويا الكاظمي شخصا أنا ما عدي مشكلة ويا الكاظمي شخصا أنا عدي مشكلة مع سياسة الكاظمي نعم سياسة الكاظمي يذهب إلى الدول لكن احنا ما جاي نجني في مارها احنا ما عدينا نتيجة إيجابية حقيقية اليوم أنا بصورة شخصية أنا شmun بشر حخصية خلق سيد عادل عبدالحب رأبما استقبله أفضل استقبال بالصين شون الجينية المالكي استقبله أفضل استقبال بنيويورك أنا أريد اليوم رئيس وزراء يخلي استقبلني إنسان مستواي بس كون أجيب لي حاجة وياي أجيب لي حاجة ما قدر الكاظم يجيب حاجة ويا للعراق للبلدي شنو طيني طيني هسا قللي هسا قللي الله يخلي هسا أريد الآن اليوم تركيا على مساحة العلاقات الدولية ضمن النظام السياسي الدولي أنه أنت تكون عندك علاقات جيدة مع جميع الدول بالمنطق مالتك وخارج منطق مالتك للوقوف واستحصال الخدمات لبلدك هذا بالنظام السياسي العراق كان أكو بملفات كثيرة شائكة وتدخلات كثيرة من دول الجوار ليس فقط من إيران أو من تركيا أو من الخليج أو من غيرها هذه التدخلات وحدة من العوامل اللي صارت بحكومة الكاظمي على مدار 19 سنة تدخلات موجودة في حكومة الكاظمي هذه التدخلات تقريبا انتهت هذا واحدة من النجاحات اللي حققتها حكومة الكاظمي بملف العلاقات الخارجية إثنين على مدف الاستثمارات الخارجية ودخول الاستثمارات الخارجية للبلد اليوم كثيرا من الدول الموجودة راح تدخل باستثمارات عندك داخل البلد باتفاقيات موجودة المصانع الوقت شوان؟ الوقت اللي تدخل قسمناتها قام بدخلت الآن موجودة بمصانع موجودة نعم بدت تشتغل أصلا دول عالمية أجنبية وعربية نعم أيضا على الآن يقول لك الملفات الشائكة اللي لحد الآن لتحاول بها وأيضا نتوقع بذهاب السيد رئيس الوزراء المتحدة في حينها قبل فترة هذا كان موضوع تدويل اللي هو موضوع الملف المياه من إيران ومن تركيا لأنه أساسا هناك اتفاقات دولية بخصوص هذا الموضوع صحيح أن الحفاظ على المياه ليس مملك دولة واحدة صحيح لكن أيضا أيضا أكو ملفات كانت إلها انعكاسات العراق كان ساحة تصفية في ذلك الفترة بين مجموعة من الدول اليوم العراق طلع من خالة التصفيات بين هذه الدول وقرب وجهة نظر بين السعودية وإيران وهذا رح ينأكس على سلم العراق الداخلي حقيقة من ملفات كثيرة بس نقطة مهمة جدا حتى الموضوع ما نطلع منه نقطة مهمة جدا أريد أسأل سؤالين أيضا نتحدث عن بعض النواب اللي بالنزاها قل لك السيد الكاظمي استغل حكومة تصريف الأعمال وتعطيل البرلمان نعين مدرع عامين بالوكالة وأيضا أقد اتفاقيات خارج نطاق الدستور يعني لحكومة تصريف الأعمال هذا ما تحدثوا به وأريد أتحدث نقطة ثانية مهمة جدا هل قدر السيد الكاظمي أن يسيطر على مزاد العملة يعني اللي بيه فساد البعض يتحدث أنه بيه فساد النقطة الأولى لتحدثت بها جنابج أولا حكومة السيد الكاظمي أو السيد الكاظمي بتعيناته لمجموعة هذا هو ضمن الصلاحيات صلاحيات طبعا ضمن الصلاحيات هو مستحيل وكانت الحكومات السابقة في آخر لحظة قبل مغادرة المكان مالته يعين كثير من المستشارين والمدراء العامين ويغادر هذه صلاحيات الحكومة والتعاقدات لا توجد أي تعاقدات بالمناسبة هذه كلها قاويل لا يوجد شيء على الأرض هناك اتفاقيات والاتفاقيات موجودة لا واكد موضوع تسيير الأعمال اليومية يوجد جزء من هذه الاتفاقيات هي لتسيير الأعمال اليومية وهذا يضمن صلاحية رئيس الوزراء وطبعا بالنهاية صلاح رئيس الوزراء عندما يقدم على هذا الموضوع هناك هيئة استشارية وهيئة قانونية تدارس الموضوع ويطن الالك القرار النهائي للرئيس الوزراء فهذه نقطة النقطة الأخرى التي تحدثت به سيطر على مزاد العملة أفضل؟ طبعا أفضل بكثير قبل ما يتفع الدولار؟ طبعا لأنه حصر لا ارتفاع سعر الدولار هذا لمعالجة مالية داخل العراق لكن مزال العمل سيدة فاضلة وصلنا إلى مرحلة بأنه دخل السيد الكاظرمي إلى البنك المركزي وإلى مجموعة من المصارف طلب عائدياته كثير من المصارف يوجد بها مشاكل وتم محاسبته وكثير من المصارف تندمج فيما بينها وهذا سواء البنك المركزي طبعا هذا هو مو فقط البنك المركزي هو قرار رئيس وزراء بالاجتماعات الخاصة للصير فبالتالي عن باب التجارة والوكالات التجارية وإلى آخر حتى يقدر يسوي دايموما للعمل الحزبي ماتت هذه العامة أكون بيها شرعية وأكون غير شرعية الشرعية هو العمل التجاري الموجود إنه يأسس مؤسسات وهي في كل الدول العالم بس نجاح بهذا الملف؟ نجاح باهر ونجاح أبر بمراحل عبر 75% بهذا الموضوع؟ نجاح سيد الكاظمي في موضوع مزاد العملة؟ راح بطيشاني اثنين ولا أريد واحدة قوة لا راح بطيش اثنين نعم هاي قبل سنة يمكن كان هناك طلب ما بينه وزارة النقل الموصلات والاتصالات العفوة والآسيا سيل والأثير عراق هنا كان هناك مبالغ ضخمة وهذه الشركتين ما تطلب من أثنين ما تسلم ليش؟ خلال سنتين أو ثلاث سنوات ما تسلم وقيمت دعاوة كثيرة صار اتفاق بأنه تسلم نص المبلغ نعم وخلال سنة تسلم نص المبلغ الباقي وبنفس العقد ما سلمت واستلمت العقد نفسه كم سنة لم تسدد؟ حتى لو سنة واحدة كم سنة لم تسدد؟ هسا أنطيك أكثر من سنة لا أسنطينا لا أسنطينا الموضوع أسنطينا عفوا كم سنة لم تسدد هذه الشركات؟ ولماذا لم يتم محاسبتها من قبل الحكومات السابقة؟ ليش وصلنا إلى مرحلة التراكم؟ جزء من الفساد موجود بديت الحكومة جزء من الفساد ما حل الفساد حل تم تسليم جزء من الأموات؟ ولا سلم أنا أجدك الآن خلي أطيني تسليم جزء من الأموات أنطينا الموضوع الثاني الموضوع الثاني البنج المركز العراقي البنج المركز العراقي بني على أساس الفقراء على أساس الفقراء سعر صرف الدولار بني على دماء الفقراء على قوت الفقراء لا يقل اليوم واحد أنه حالة اقتصادية النفط موجود وفي زيدان في حالة صعود للدولار اثنين كان المواطن يستلم أربعمائة دولار يستلم ثلاثمائة دولار صحيح صحيح هذا اليوم على حساب أنا أكبر ميزانية دولة على حساب المواطن نعم فهي الدولة في خدمة المواطن هذا أمن دولة اقتصادي اليوم أكو أمن دولة عشكريك وأمن دولة اقتصادي أنت لازم عندك ديمون تستمر بيها بالعمل هذا القرار تخضوه في وقت أزمة اقتصادية نعم اليوم عندنا فائد لا بالتأكيد الأزمة ما زالت موجودة واليوم في أوروبا وأميركا وكثير من الدول الموجودة أكو أزمات حقيقية وأكو شركات انغلقت وأكو دول عندنا أمثل الدول العربية انهارت لكن أنت أكو عندك نظام اقتصادي نعم ممكن أثر سلبا هذه السنتين على المواطن لكن تأثير الإيجابي سيكون بعد السنتين القادمة محسوبة في الحكومة أول ما تقال أربع سنوات القادمة نعم الأربع سنوات القادمة وفادي يوم أنت قلت كل ما أقول لك تقولي أربع سنوات القادمة نعم صح هذه أربع سنوات القادمة فيها خطة اقتصادية موجودة سيدي الفاضل اليوم نعم عندنا انهيار اقتصادي في لبنان نعم نعم نقطة مهمة جدا خليني أتحدث يعني مو فقط على الدولار لكن الرسوم في كل الدوائر صعدت يعني وليج panic وليجد السنوات وليجد لازم يدفع رسوم وكلها ارتفعت يعني كلها ارتفعت حت الكليات كل الاشياء ارتفعت يعني اليوم يعني الدولار مننا ارتفعت ومننا ارتفعت الحكومة رفعت الرسوم وبرائب وكلها رفعتها لماذا رفعته يعني هاي سياسة الدولة الاقتصادية نعم مو هاليوم هذه ارتفعت على المواطن نحنا نتحدث نعم الامن الاقتصادي يعني كيف أشاهد أمن الدول الاقتصادي. الأمن الوطني والأمن الدولي والأمن العراقي والأمن الداخلي مو على حساب المواطن البسيط. سيد خواب. اليوم احنا الدولة الوحيدة اللي بضاعتها بالسوق من تاخذين الفاتورة مالتها ما عندش عليها ضريبة. بشون ما ما عندش ضريبة تندفع من التاجر. مو من عند المواطن اللي توصله. يعني مثلا. لكن من واحد يريد يبيع بيته. يريد يشتري بيته. ليش الدولة تعبيد الشارع. إذا الشارع يعبد من أمان بيت تطين ضريبة. هذا الشارع. هذا الشارع. لا يريد نعرف ليه. والخدمات صحيحة ماكو. الشارع المفروض عليه فلوس. عليه فلوس؟ طبعاً المفروض عليه فلوس. غير المفروض أني أوفر عيشة كريمة لهذا المواطن حتى شهد منه فلوس. إذا أنا عامل وأشتغل باليوم حمال أو عامل مع احترامي للعامل والحمال ويأخذ باليوم عشر تلاب بالشهر ثلاث مئة ألف وأجي أخذ منه يدفع مولدة ويدفع ضرائب ويدفع معرفة ويدفع تضليط بيتها يا ربي الله أكبر على هذا البلد. نحن بصراحة بتلينا بحكومات من 2003 إلى هذا اليوم حكومات مهتمت بالمواطن. لأننا نتمنى أن هذه الإجوة تسقط عن المواطن. أنا لا أقول لك شيء. إن نحن نظام اشتراكي لنظام رئيس مالي. قيدتهم الجهات السياسية؟ لا لا نظام الدولة ماتنا. نحن لحد هذه اللحظة. نظام الدولة ماتنا. لا هو نظام اشتراكي ولا هو نظام رئيس مالي. نعم. وهذه مشكلة في النظام. بس ليش أيفع الأسعاب؟ هل إحنا ما أخذين باتجاه رئيس مالي؟ بلد نفط نحن. ما لا علاقة بالنفط. هذا الاقتصاد. الاقتصاد بقوانين وأنظمة. أنا مو رجل اقتصادي حتى أقدر أحدث بهذا الاقتصاد. لكن أعرف بعض التفاصيل. إذا أنا كنت أثير باتجاه نظام رئيس مالي. نعم. فأني لازم أدفع ضريبة حتى على الشارع اللي مبلط ماتي أسوة بالدول اللي بيها بوابات. نعم. بس يكون عندي وظيفة. يكون عندي صحة زينة. يكون عندي خدمات زينة. لازم يكون عندي أيضا خدمات مقابل هذا الموضوع. نعم. نعم. اثنين. إحنا سنشاهد تعليم عندنا بمشكلة بسبب الوضع الاقتصادي. الصحة بيها مشاكل. الخدمات بيها مشاكل. ليش ما نعترف سيد أحمد. يعني اعتراف صريح للمواطنين. والله العظيم. ودائما نحجي المواطن أصبح مفتح باللبن. ليش ما نعترف أنه نحن نفتقر إلى السياسات الستراتيجية لهذا البلد. السياسة خدمية سياسة. يعني اقتصادية. نحن نفتقد إلى التخطيط. تخطيط. مشكلة كبيرة. من أني أجي أحمل المواطن كل هذه التباعيات اللي يتحملها. وأني ما عندي تخطيط جيد لهذا المواطن. نشوف العطالين والمتظاهرين والخريجين. يعني ليس نحملها للسيد الكاظمي بصراحة. لكن تتحملها كل الحكومات والأحزاب السياسية اللي قادت هذا البلد. الفساد مستشري. الفساد يزيد ما ينقص. الفلوس منهوبة زيد ما تنقص. ما نعرف شيء. سيدة فضل. وأي أزمة نحلها براس هذا المواطن. قبل دخولنا إلى جلسة التصوير هذه وفي الاستوديو. قبل دخولنا إلى الاستوديو. كنا نتحدث أنا والأستاذ علي. نتحدث عن فقدان التخطيط الميداني حتى على مستوى التخطيط المدن. لماذا لم نفعل تخطيط حكومة سيد الكاظمي؟ لكن كيف نتعال جيهة؟ لماذا؟ سيدتي. هذه التراكمات. هناك تراكمات حقيقية. أصبحها على الأرض واقع حال. لازم جهات المعنية تشتغل على تخطيط. أنا أحكي لك على تفهمي البسيط كإعلامية. أنا لا مهندس تخطيط ولا أنا بروفوسور بالتخطيط. لكن أنا على مفهومي البسيط. هذه بغداد الكبيرة. لو أبني في المجمعات كبيرة جدا. وأمطيها لهذه الناس المتجوزة على أراضي داخل بغداد. وأوديها كل واحد عنده شقر. هذا حقه. هذا واحد من الخطط. هذا حقه لأن هذا مواطن كان أنهي على قضية العشوائيات الموجودة ببغداد. ثانيا إذا أشتغل نقطة ثانية جدا. أو أفر في هذه المجمعات خدمات لهذا المواطن. والله ما شوك واحد ببغداد. هذه واحدة من الخطط. أين تتنفذ؟ بدت أنه ترحه تخطيط الماستر بلان مالتها على المستوى خارج مواطن. وين؟ موجودة الآن تشتغلون بها على تخطيط مالته. يعني إيش قد تسلم للمواطنين؟ ليس شغل بنا. تخطيط مالته ليشتغلونها المساحات. أثنيا أكو نقطة لخة مهمة. إحنا نتحدثين كلام جدا صحيح. لكن هذا التخطيط اللي نتحدث بي إحنا الماستر فلان الخارجي للمدن. لازم أكو رؤية توسعية للمناطق. إحنا حتى المستثمرين نيجون. ونرجع نقول بسبب الفساد. بسبب الفساد. هذه المجمعات السكنية. رأيسا يجي يقولك أنا عندك قطع ماتي بالمنصور. أريد بالجادرية. تعرف ليش؟ أنا أقولك ليش؟ ليش كل مستثمرين بالمنصور؟ أنا ناقشت بعض المستثمرين. يقولك لأني دروح الأطراف بغداد شولا من يجيني؟ هذا يعوف بغداد ويجيني فتساعتين أو ساعة أو نص يمشي حتى يجي للمول مالي أو للمحلات مالي أو للاستخدام مالي. ما راح يجي. مولات انترسي. التخطيط اللي نفتقره بالحكومات اللاحقة والسابقة. هو أدى إلى وضع بغداد والمحافظات. أنا أتوقع منظمها الفساد أيضا. بهذه العشوة. منظمها الفساد. يعني سراحة تيج. بضرط. يعني تقليلي فرض. شو ليك باسموهاي. باسموهاي. مشروع ناجح. مشروع ناجح. شوفك. ناجح الوحيد هذا يعني 19 عام بس على باسموهاي. لا يخالف باسموها. خارج أماكن. لا يحطيش تلك ثلاث أماكن. يعني فرض اليوم المطار بنية به مجمع كبير. هذا يهل لأمن بالمطار أو بالنهروان. أكيد بالنهروان. بالنهروان. أثنية بالمنصور. ثلاثة. هذا المجمع الكبير. الجهة الحار فيها ما حار. ذني قصدي. ذني مجمعات كبيرة. ليش. أولا أراضيهم غالية. صحيح. بس يأخذه بسعر زين. المستثمر. سعر بكميشن. فساد له ومفساد. زين انتذا فعلا. هذا البناء الواطئ. الكلفة. للناس العشوائية الآن. اللي يخشون القرار مارته ويرجعونه. الإطار ومن معه يرجع القرار. ما يقبل بي. ما يقبل. خب. أبني لهم بناء واطئ الكلفة. بناء نظامي. لماذا أبني لهم واطئ الكلفة؟ قصدي. أبني لهم في أطراب بغداج. أطراج وقاعدهم. ما عدنا شكال. وأيضا بها كل الخدمات والمدارس والجامعات. أو عمودية. أو عمودية. قصدي يوم على حساب الدولة. على حساب الدولة. اليوم أيضا هذا المواطن يعيش عيشة كريمة. ليش حالة حالة أقرامة؟ الإطار راح تفكر بهذا الموضوع؟ طبعا ستة عشرون. لا بس. يعني الله عليك. يعني خلي أتحدث. اليوم المواطن يسمعنا. حيثينا بالسياسة. المواطن يسمعنا الإطار عنده نية يبني أبراج للمواطنين. نريد كل عمارة فد ستين طابق. حالة حالة الدول. ثاني شغلة هذه العشوائيات المقامة هي موجودة وتارسة بغداد. أوديها في أبراج وكانت حلوة بيها خدمات بيها مدارس بيها كليات. مو أوديهم أزلتم هناك لا خدمات ولا مدارس. شي سأودي. صح سيد فضل. يهجي سأعلي عفوالي. المقاطعة لا يسمح لي. عدنا بفكرة البنات جاهزة. دارفين. سننشعل هذا النظام بس هو كان ناجح بالنظام. نحن أدنا مشكلة حقيقية في المشاريع اللي هي من المطار. بعد فترة العراق راح ينسى بأنها هناك مطار بغداد. لازم نلقي مكان ثاني حتى المطار ينقل. طبعا. هذا بتأثير بيئي. بتأثير على الخدمات. طبعا. طبعا بتأثيرات جانبية جدا عالية. طوح استثمار. طوح استثمارات. هاي شون موافقات. هاسب هاي زمن. هاسب. لا لا بداك الزمن. كل موافقات. وخذها من عندي. مذاك الزمن؟ كل موافقاتها بديتش الحكومات. حكومة عادل عبد المتين. كل هاي الموافقات بين حكومات القديمة لحد هذه. لأنه بالمعسبة. أقل معاملة استثمار. أقل معاملة استثمار الطوى لثلاثة إلى سنتين إلى ثلاث سنوات. أقل معاملة استثمار في عراق. زيب. هذه المشاكل. لكن اللي بنت يقولي الأستاذ بالنهروان. طبعا. أنا أفضل مشروع مماثل لبس مائة بالنهروان. مماثل لبس مائة بهذه المساحات الكبيرة. راح أسحب من المدن. الاستثمارات المفروضة اليوم توقف. هذه جزء من الفساد. والاستثمار والكوميشن اللي دمر البلد. والله العظيم. كلها فلوس. فينه هات. يقول لك بس استاذ علي ما جاوبته. قل لك من أعلى الهرام الفساد ونازل للأسفل. صحيح له لا. ما جاوبت. تجاوزتها. هل نقصد أنه مباشر؟ ماكو واحد يجي مباشر على رئيس الهرام يقول له هات. دائما أكو فساد. هذا الفساد الموجود. يجب أن يحارب ويجب أن يحاسب. عيا كان. يوم نيهم أنا قالوا. قالوا أكو فساد على مصطفى كاظمي. أخي أكو فساد على مصطفى كاظمي. جيب لجنة النزاهة النهابية. وصل لك رئيس الوزراء. وقل لك تفضل هذه الوثائق. ما تكت تفضل أخيه تكذا. لماذا على موضوع ثاني قرار يأخذ رئيس الوزراء تقدم عليه دعوة. لماذا على مستوى فساد لا أحد يقدر. صحيح سيد علي. لماذا لا أحد يقدم شكوه إذا هو بالفعل. تحدثت أن رئيس الهرام بفساد. شوف ستولى من المعيب بأن اليوم يحاسب رئيس الوزراء في وقت رئيسته. تدري لماذا؟ لماذا؟ معيب للنظام العالمي. لنظام العالمي إذا رئيس الهرام في وقت ولايته يحاسب ويحاكم. إذن ما خلينا احترام لكل الدولة. لأن احترام رأس هرام أو رأس فلطة. لكن قل لي لبعدها. أقول ليش يحق لكل فرد من الشعب العراقي أن يقيم دعوة إن كان على رئيس الهرام. وما دون. والدليل على أن الأخوان يقل لك أن نقيم دعوة. غير دختم. نجح العراق في أن يحقق ولو جزء بسيط لمحاربة الفساد أو بمحاربة الفساد. أو مهم أرجع أموالنا المنهوبة؟ شوفت هسه مشروع الإطار التنسيقية بأنه الرجل قالها أكثر مرة. قال أنا ما أقدر أقل لكم بأنه راح أقضح الفساد ميل ولا ثمن ميل. لكن اليوم في هذه السنة. يعني بالسابق ما نجح. هسه راح ينجح؟ هذا التعاهد لي طام حمي شاعر السودان؟ نعم بالسابق ما نجح. لا ما نجح. هل الأهزة راح تبدون أن تنجحون؟ لا أي حكومة لم تنجح لقضاء الفساد. نحن اليوم هذا من الضمن التعاهدات التي أخذناها محمد الشاعر السوداني بأن يجب القضاء على الفساد تدريجيا. هذا عشرين أربعين. وحزب حزب. الكل سواسية. كل سواسية. وهذا ما قرر به كل الأقطاب إلى سيد محمد الشاعر السوداني. سيد أحمد قدرنا أن ننهض بالبلد ونرجع فلوس العراق؟ رجعت جزء كبير من الأموال. لكن ليس لمستوى الطموح بالتأكيد. لكن أموار رجعت. كان الطموح أكبر. لكن بالنهاية قرار للمجلس القضاء. وهذا الموضوع يحترم. شكرا جزيلا. وبالختام عندي كلام. آلاف الملفات الخاصة بالفساد انفتحت. وانفتح بيها تحقيقات خلال هذا النظام السياسي. الفساد اللي كلفنا مبالغ طائلة. ضاعت بجيوب الفاسدين. ويوميا نفتح ملف يكون حديث الناس. والكل يقول سوف نحاسب الفاسد. لكن بالنتيجة شنو؟ ماكو أي نتائج التحقيقات. وتصفى القضية بصفقة سياسية. أتمنى نقضي على قضية الفساد. أتمنى اللي أنهكت المواطن. وضيعت حقوقه وأمواله. وقتلت والله أحلامه. وموتت كل شيء. تصبحون على وطن آمن. في أمان الله. اشتركوا في القناة